قررت أنا وصديقاتي أن نخرج في الأشهر التي فيها أيام ميلادنا أو خلال ونشتري البلالين فهذا يعد احتفالا الجواب حول الملك الوهاب هذا يعد احتفالا أي نعم والاحتفال بعياد الميلاد من البدع المحدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النعم فينبغي أن نترفع عن هذه السفهات أي نعم ونعلم أن الله تعالى أقسم بالوقت في كتابه فقال والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى قال والعصر قال والفجر وليال عشر وذلك ليعلمنا أن رأس مال كل إنسان هو العمر هو الساعات والأيام فالذي ينبغي أن نعمرها أي نعمر الأوقات بما يقربنا من رب الأرض والسماوات والله أعلم أين أعلم ثم إن الرسول السلام والأبو بكر والأمر والعثمان والأعلي غضوان الله عليهم وصلى الله على سيد الأولين والآخرين هل فعلوا هذا؟ الجواب لا طيب هم أحرصوا الناس على الخير فإلزم غرزهم تسعد وتسعد الله أعلم جنب شكرا